اشتركوا في القناة الماتر كمانا هيكي منحكي معه بي هلا تفاصيل ماتر تشارلي ابو نعمي أهلا وسهلا فيك ماتر اليوم هل المرفق القضائي يعني إذا بدنا نقول الأحوال المحاكم اليوم بالمناطق يلي هي يعني إذا فينا نقول آمنة إلى حد ما عم تشتغل بشكل طبيعي ملاجعات قرارات جلسات نحن بداية من من الـ 2019 تقريبا عايشين بأزمة أزمة بدأت من خلال الظروف الاقتصادية الصعبة وكان في عندنا بالـ 2019 كمان السورة كان في عندنا كورونا كان في عندنا وضع كتير صعب وكان عندنا اعتكاف القضاء واتكاف المساعدين القضائيين بمئة بالمئة كمان فكان المرفق العام شبه منعدم يعني عندي كمان بالسجل العكاري بالدواير المالية ما بيقدر الواحد يجيب قيمة تأجيرية إذا ما بده يجيب فكل هايدي كانت ظروف صعبة وكان فيه كمان إضراب المساعدين القضائيين إجي إجي الوضع الاقتصادي كمان عمل إضرابات وإجي بهايدي هلأ باليوم صفى فيه حرب وبالتالي إذا كانت المحاكم أم الدواير العقارية والمالية كانوا عم يفتحوا يومان لـ 3 أيام بالجمعة فأصبح اليوم عنديك تسكير شبه تام إذا عم نحكي بخصوص المحاكم في عنا محاكم عم كانت مكفلة وأصبحت هايدي المحاكم عم تفتح ولكن استنسبيا بحسب المناطق شف يعني ليش كانت يعني مسكرة ليش كانت مغلقة المحاكم المحاكم وقتها بلشت الحرب أغلق أغلقت فترة ولكن هلأ بسبب الظروف صفى فيه محاكم فاتحة ومحاكم لا ومن هايدي المحاكم مثلا المحاكم بصيدة المحاكم بالبقاع المحاكم هلأ هني فاتحين بس شبه يعني ما فيه موظفين ما فيه عمل قضائي ما فيه عمل إداري ما فيه شلسات فيها طيب والبقية أصر العدل أصر العدل بيروت المحاكم كمان شبه العمل فيه منعدم وعندك المحكمة بجديدة عم بصير فيها فيها عمل ولكن بحسب بحسب الظروف يعني أوقات بيكون الموظف قادر يجي أوقات ما بيكون ما بيكون موجود مثلا طلع بهيدا الخصوص تعميم من قبل نقيب المحامين بالتشاور مع مجلس مع رئيس مجلس قضاء الأعلى ووزير العدل هونري خوري نعم بياخدوا بعين الاعتبار إذا كان المحامي منه قادر يجي يحضر جلسات وهيدي السلطة القضائية بتاخد بالاعتبار بمعنى بطريقة سير الجلسات وعدم وعدم محاكمة الخصوم مثلا إذا كان المدع عليه منه قادر يجي أو المحامي منه قادر يجي بسبب الظروف القضاء مثلا ما بيحاكم المدع عليه أم بيطلع في حكم بيأجله الجلسة يعني بيأجله الجلسة نظرا للظروف الاستثنائية طيب ما اليوم كمان بنا نحكي عن مهل في مهل بالقانون في بعض الدعوة فيهم مهل مية بالمية مصبوك بتعليق المهل القانونية والقضائية ولكن أنا برأي إنه هادي التعليق المهل وهذا القانون سوف يصدر قريبا سيأتي حكما يعني بيظل هالظروف مش حكما بحسب الظروف يعني اللي عم نحكي هيدا التمديد اللي شفناه كمانا بالألفين وتسعة عشر مرتين صار سيصدر عن مجلس النواب هو المعنى به مية بالمية نعم فإذا اليوم يعني بجدايدة مثل ما قلت بكسور العدل في يعني حتى كمان ما فيه واحد يقدم دعوة قلت إنه مشكلة الموظفين عم بيقدروا يجوا يعني عم بيصير فيه تأخير اليوم بالمحكمة بجدايدة لأنه مصر عم نعطيمتها ايه لأنه نحنا عم ناخد كل المحكمة كل ظرفه وإله ظرفه مثلا بمحكمة جدايدة عم يتقدم دعاوة وعم يتقدم طلبات ولكن بالمحاكم مثل صيدة والمحاكم اللي اللي فيها القريبة على على الكصف والظروف الاستثنائية أوقات ما عم يقدروا يقدموا لأنه في عندك بيقدر الموظف يجي بمنطقة من منطقة معينة وما بيقدر يجي من منطقة يعني يعني مثل المدارس إذا فينا نقول نعتبر المدارس اللي بعيدة نسبيا فتحوا يعني هيك عم بيصير حتى بيكون بصورة عادلة نقيب المحامين تلع هيدا القرار لأنه يتعنق بالمحام مثلا إذا حضر الخصن المدعي إذا حضر المحامة عن المدعي والمدعي عليه بيرتقي مثلا القاضي أنه يمشي بالجلسة ويتابع فيها لأنه حضروا اثنائتهم مثلا إذا محامة المدعي عليه ما حضر وحضر محامة المدعي ما بيحاكم هوني هوني تعتبر أو اسمه بالقانون ظروف قاهرة ظروف استثنائية بسبب الحروب ضمن الظروف الاستثنائية هي ظرف قاهرة طيب في ما يسمى يعني بالدعاوة أو في مثلا طلبات إخلاق سبيل هيدا الأمور كمان يلي ما بتنطر كمان شو عم بيصير فيها عم بيصير أنه بطلبات إخلاق سبيل والطلبات الأخرى في قضاء عم تكون موجودة بنقدر نحنا نقدم طلب إخلاق سبيل وفي قضاء ما بتكون موجودة ساعتها الموقوف بده ينطر لأنه بسبب الظروف نعم بيفعلوا الأونلاين نعم الأونلاين الأونلاين بس مش بكل الأوقات يعني مثلا إذا كان محكوم مثلا بالبقاع بصيدة بهذه الأمور مش بكل الحالات بيفعلوا الأونلاين القضاء العجلة نعم حاضرين موجودين القضاء العجلة هن مثل يعني هن بيتبعوا للسلطة القضائية ككل بيتبعوا حسب الظروف اليوم نحنا بالنسبة للعجلة إذا كان فيه قرار معجل كتير ساعتها إليك حق أنت بسبب الظروف الطريقة أنك بتلجأ مثلا بتخيبر القاضي وتلجأ على بياخد الملفات ساعتها على البيت إذا ما كان حاضر أمام المحكمة وبيطلع قرار نعم طيب خلينا انتقل معك لموضوع كمان مهم بهالظرف كمان نحكي فيه لهم الإجارات الجديدة إجارات الجديدة الأجارات الجديدة وقتا نحكي عن الأجار الجديد هو التعاقد الحر يعني نحكي عن قانون المجيبات والعقود نعم قانون مجيبات والعقود الإجارات الحرة اليوم نشوف بسبب النزوح فيه كتير أشخاص رحوا يستأجروا بيوت ضمن عقد أو بلا عقد أوقات عم بيكون بلا عقد بدنا نحكي شوي عن هذا الموضوع كيف يحفظ المالك حقه كيف يحفظ كمان المستأجر حقه وهلأ بنحكي بالأمور يلي عم بتصير على الأرض وبنا ناخد نظرة أو رأي القانون بهالإطار أولا أولا بلش فضل لابد من التطرق أولا على أنه الملكية الفردية هي بحمى القانون والدستور وشرعة حقوق الإنسان بمعنى أنه ما قلنا نحن نتعدى على ملكية غيرنا إلا بظروف استثنائية وظروف نص علي الدستور وبخاصة المادة 15 منه هي لأجل المنفع العامي ولقاء تعويض عادل بدك تفسر لنا وتفند لنا هايدي النقطة يعني ممكن نفهمها أنه أوكي أنا مارق هلأ بظروف استثنائية أنا في بيت مسكر في أخلع الباب وفوت اسكن فيه هيك بيقول الأنور لا هايدي بالنسبة عم نحكي بالنسبة لظروف استثنائية ماذا يعني نحنا نحنا شو مش بظروف استثنائية لا وقتا بيبقى عم يحكي عن مثلا الاستملاك استملاك الطرقات استملاك استملاك معين ومحدد بقبل هذا القانون مش عم نحكي هون عن لا شقة سكنية ولا عن محل هيدا هيدا غير ظرف هيدا ما إلو علاقة بهيدا الموضوع بالنسبة بالنسبة اليوم إذا أنا جيت عامل عقد أجار وعقد بس خابل بدي أرجع معك لهيدا النقطة يعني بالقانون في أي شخص عنده ملك خاص حدا اجا اقتحم بيته بيقدر يتشك عليه بالأنون غير عم نحكي غير عمل القوى بيقدر يتشك على الشخص شو بسير هنحن إحنا اليوم إذا إجا شخص اقتحم منزل ما عم نحكي هون إنه عمل له عقد أجار وإنما اعتبرنا إنه اقتحم المنزل وصار فيه تهديد بواسطة السلاح وإجا بده يسكن بالبيت بالقوة هون هون يعتبر هيدا تعدي على الأملاك الخاصة وبالتالي يعاقب عليه قانون العقوبات بخاصة المادة 737 والمادة 738 من قانون العقوبات التي نصت بأنه كل شخص يتعدى على عقار يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة لبنانية وتشدد هذه العقوبة إذا نحن إذا تشدد هذه العقوبة بحسب المادة 257 من قانون العقوبات إذا كان الاعتداء على الأملاك العامة والإدارات والمؤسسات العامة العامة بس عم تقول وإذا كان بسبب التهديد والتهديد والغصب الأملاك عامة نعم أملاك عامة بالتاني شئ لتأملاك عامة بالتاني شئ تشدد العقوبة إذا كان الإعتداء واقع على الأملاك العامة نعم وتشدد العقوبة أيضا إذا كان بواسطة التهديد والعنف ولا تشدد إذا كانت على الأملاك العامة على الأملاك الخاصة القانون واضح. وحدد الأملاكة العامة تشدد العقوبة لاش? لأنه هي بتتعلق بالمرفق العام والمنفع العام. طيب بإطار حتى بالحالات العادية عم تقول من 200 ألف لمليون ليرة يعني شو قيمتها اليوم من 200 ألف لمليون ليرة? آآ مفروض يعني هذي ميبدو إيه لتحديث هالقوانين. بلشوا بالقوانين يزيدوا المبالغ والرسوم. وبالتالي من هيدا نص نص العقوبات يفترض تعديل. نعم كمان فإذا السجن من شهر ل السجن من شهر إلى سنة. طيب هون المالك بقدم قدام مين أي مرجع قضائي؟ اليوم نحنا إذا كان في تعديل. على خاص عم نحكي على خاص. على الأملاك الخاصة. نحنا في عنا شقين بنا ننتبهلون عنا الشق المدني يلي هي بنص عليها المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية. أعطي مثل عنها. مثلا نحنا أنا عامل عقد أجار أنا وشخص هذا العقد الأجار يجب أن يكون محدد بدلات الأجار والمدة تابعه. إذا نحنا انتهت مدة عقد الأجار وضلوا المستأجر قاعد بالمأجور ورغم كل المطالبات والأنظار الخطي وطلبت منه أنا يترك المأجور ومترك. بهذه الحالة هون إلنا حق نلتجي نحنا عن قادة الأمور المستعجلة بيها الشق المدني. القادة الأمور المستعجلة ينظر في الدعوة. إذا لقى فيه تعدي واضح على الحقوق والأوضاع المشروعة بحسب الفقرة 2 من المادة 579. بهذه الحالة بيطلب إخلاء بيطلع حكم بإخلاء المأجور وبغرامة إكراهية إذا كانت مطلوبة من كبل المدعي. هذا الشق المدني. إذا عم نحكي عن الشق الجزائي وعن المواد اللي أنا حكيت عنهم بدوا يدخل عنصرين تنقدر نحنا نميز بيناتهم. العنصر المادي يلي هو الاستلاء على الشيء عن طريق العنف والتهديد والسلاح بتبين معنى ساعتها إنه هون في جريمة مرتكبة والشق المعنوي يلي هو نية السيطرة ونية الاستلاء عن قصد على على هيدا العقار طيب ما ترى السؤال هون إذا عم نحكي نحنا بزرف حرب أي حدا مثل ما التعدي على الأملاك الخاصة بدوا يروح صاحب الملك على هذه الأمور المستعجلة أم بيروح على المخفر وبيجوا الدرك بياخدوا هن الإجراءات ما هيدا اللي أنا عم قوله نحنا اليوم إذا عمل عقد أجار بدون عقد إجار عم نحكي نحنا إذا فات خلع الباب وفات وقعد ببيتك ملك خاص اليوم إجا هالمالك شايف أنه حضرتك قعد ببيت مش لألك شو بيصير يعني هون بهالإطار مي بيخابر نحنا اليوم إذا ما في ضمن الجرائم التهديد والعنف وما بتتوفر عناصر الجريمة يعني المدني الجريمة نوع المدني بشقيها المدني والمعنوي بهيدي الحالي بيلتجي صاحب الشقة إلى قاضي الأمور المستعجلة لأنه بيكون الشخص قاعد بالبيت بدون مسوخ شرعي وبتصير الأمور بطريقة بطريقة سريعة يعني القرار بيطلع بشكل سريع بالإخلاق القرار بيطلع بشكل سريع غير ما تكون أنت عند قاضي الأساس مثل قاضي قاضي الأجارات العادية هيدا بالإجارات العادية نحن يعني هيدا قاضي الإجارات لا هيدا اللي عم بحكيك إياها هي عند قاضي الأمور المستعجلة بتكون بطريقة سريعة بطريقة سريعة أسرع من القضاء العادية لقاضي منفرد إجارات وعبر يعني قاضي الأمور المستعجلة بيعطي أمر لمين حتى بالإخلاق للكواء الأمنية نحن اليوم بيتقدم استحضار أمام القاضي وبيطلع حكمه الحكم قاضي الأمور المستعجلة بيكون ممكن يطلعه بيكون هو الاستقناف طبعه لا يوقف التنفيذ وهون بيكون معجل التنفيذ ساعته المدعي بنفذ هذا القرار عند رئيس دائرة التنفيذ ببلغه الحكم الطالع وساعته إلو حق خلال بعد إذا ما جاوب خلال مهلة خمسة أيام بيجي مأمور التنفيذ أو موظف مكلف بيأمور بإخلاقه طيب لنرجع لموضوع العقود اليوم منجي من أجر بالعقد منجي من ادفع سلف ثلاثة شهر سنة اللي هنه بدون عقد وبدون أي وصل خاصة بظروف استثنائية هون بدون نحكي شوي عن تبعات هالموضوع على المالك وعلى المستأجر وعم نحكي إيجارات حرة مزبوط نحنا اليوم أهم شي بس ما ننأجر ينعمل عقد أجار وهيدا كرمالتا نقدر نضمن حقوق المؤجر وحقوق المستأجر بنفس الوقت بس إذا ما كان في عقد إيجار هيدا ما بيعني أنه بيقدر في حال أي مشكل صار ما بيقدر ينفس لصاحب المأجور اليوم إذا ما كان في عقد أجار قانون المجيبات والعقود بيقلك أنه عقد الأجار يمكن أن يكون خطيا ويمكن أن يكون شفاهيا يعني أثبتوا بالحالتين لا هون بيختلف عقد الأجار يمكن أن يكون خطي ويمكن أن يكون شفاهيا يعني نحنا نحنا فينا نجي نقول أنه هو عقد الأجار الخطي هو وسيلة للإثبات نعم واليوم نحنا إذا كان إذا ما كان إذا كان شفاهيا بده يكون في عدة دلائل بتثبت هذا العقد من بين هذه الدلائل مثلا بده يكون فيه إيصال إيصالات بده يكون عم يدفع الكهرباء بده يكون الأوراق أو المستندات المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمي وكل هذه الأمور هي باسم المستأجر بده يكون مثلا مثبت نوعا ما بس ما فينا نحنا نجي نقول أنه أنا إجرتك العقار بس ما فيه إيصالات ما فيه مهل ما فيه ما فيه مستندات بإسمنا لأنه هون نحنا منعلق إذا ما نروح على القضاء منعلق بوسيلة الإثبات فمن الأفضل يكون عقد الأجار خطي وضمن إيصالات تيضمنوا الطرفين حقوقهم طيب بهالظروف كمان اللي مرئين فيها التسجيل بالبلدية هو أساسي ولكن نحنا عم نحكي الواقع اللي عم بيصيره وبالحالات العادية ما كانوا عم بيسجلوا الإيجارات بالبلدية اليوم هالظروف القاهرة اللي عم مر فيها هي السبب أنه ما يتسجلوا العقود بالبلدية نحنا إذا عم نحكي من الصيغة القانونية والصيغة الشكلية مفروض عقد الأجار يكون موقع من كبل الطرفين ويكون مدفوع رسم الطابع المالي تابعه ويكون ساعتها مسجل كمان بالبلدية هيدا شو قلو تأثير علي على الشخص بعدين عم نحكي كفرون عم نحكي كفرون تبين لأنه عندك أنت ضريبة تدفع بالنسبة للأملاكة المبنية وعندك الرسم البلدي السنوي يلي هو بالإجمال بحسب الكنترات والاتفاقية بيكون على عاطق المستأجر طيب كرميل هكي أنه عم بيتهربوا قبل من التسجيل وكده عم فيه كتير مشكل بيها الإطار هلأ نحنا اللي منقدر نعمله بسبب الظروف الاستثنائية اللي عم نحكي عنا بيقدر يعمل كنترات هوية كعقد وموقع وموقع كرميل تا يقدر يضمن حقوقه ويحط شروط معينة يحط شروط معينة بالعقد الفريقين الفريقين 100% طيب في حال أنه أنا أجرت بيت لنقول ببيع هالمبلغ 200 دولار وبعدين إجا مستأجر آخر دفع لي فيه ألف دولار مزبور إذا أنا مني عامل عقد بي عقد عفوا عقد إيجار خطي هل أنا بقدر تبرق من هال من أول مستأجر إجا وأجر يلي دفع لي أكتر بقدر إله بدك تخليلي البيت لأنه أنا بدي أجر نحنا اليوم إذا كان ندفع الأجر بدلات الأجار ضمن إيصالات محطوط عليها التواريخ ومحطوط عليها من أي تاريخ بدأ الأجار ومن أي تاريخ بيخلي ساعتها هون ما منقدر لأنه فيه وسائل إثبات بتثبت ولكن نحنا إذا ما كان فيه إذا ما كان فيه لا إيصال وما فيه مستندات وما فيه عقد يقدر يثبت كيف هيدا المستأجر بده يقدر يحمي حقوقه مشان هيك لازم المستأجر قبل ما يستأجر عقار يكون واعي ومدرك لهيد الأمور من أجل الحفاظ على حقوقه وعلى حقوق الآخرين كمان يعني بهالحالات كتير عم نسمع إن كان بعض التجار وإن كان بعض الناس يلي عم بيأجروا عم بيستغلوا هالظروف لرفع الإيجارات كرمال هيك طرحت هيدا السؤال إنه ممكن تصير إنه إذا حدا دفع له أكتر ممكن يقول له أنا دفع هون المستأجر بده يحمي حاله هون المستأجر بده يحمي حاله ضمن عقد أجار محدد البنود والشروط المعينة موقع من كبل الطرفين موقع من كبل الطرفين هلأ إذا قدر سجلوا بالبلدية بيسبت إشغاله للعقار وإذا كمان سجلوا عن كاتب العدل يعتبر هون كسند رسمي وكوة سبوتية وبين حات ساعتها الشروط اللي بيبقى متطفق عليها ضمن بشكل لا تخالف النظام العام والأداب العامي لأنه نحن بنعرف العقد هو شريعة المتعاقد طيب شو الشروط اللي مفروض تكون موجودة بالعقد لازم ينتبهولها الطرفين من بين الشروط مع أنه ما بعرف إذا بتوافق أو أنه يعني إجمالا بيكون لصالح المالك عقد الإجار إجمالا بيكون البنودة لصالح المالك بالإجمال لا مش مش هيك بتكون بالإجمال لصالح المين قام بإجراء عقد الأجار ومين حط الشروط طبعا يعني مين بالإجمال المالي أنا ملكي وحر البدو لأنه هو أنا ضغري بيجي على رأسي فكري أنه المرجبات والحقوق لازم تكون متوازنة بين الفريقين بين الطرفين من الشروط لعقد الأجار اللي مفروض أنه تكون منصوص عليها بالعقد أنه عند انتهاء مدة عقد الأجار يتوجب على المستأجر تسليم المأجور عند انتهاء المهل بهذه النقطة جينا عملنا كونترا نحن بظرف استثنائي ما بعرف أي ساعة برجع أنا برجع على بيتي إذا قدرت رجعت عبيتي عم نحكي بهذه الظروف جينا عملنا كونترا على مدة سنة مضبوط بعد السنة شو ما صيره؟ بعد السنة هون بهذه الحالة إما نحن منجدد عقد الأجار وبتكون الموافقة هون موافقة ضمنية وإما أنا بحط بالكونترا أنه أنا بحال أخلي المستأجر أن يرسل إنذار إلى المؤجر أو المؤجر بيرسل إنذار خطي عادة بتكون المهلة فيهم يتفقوا عليها بس عادة بالمحاكم وبالقوانين عم تكون قبل مهلة شهرين من تاريخ انتهاء عقد الأجار بيقول له أنا بدي أفسخ عقد الأجار بالمهلة للسنة الجديدة وما بدي كفة بقى بالأجار بس هو السنة لا تعني حكماً ثلاث سنين يعني بحق له السنة لا تعني ثلاث سنين إنه بيبقى بالمأجور بحق له القانون بيعطيها مية بالمية نحنا هون إذا نحنا عم نحكي نحنا مهلة السنة العادية إذا أبدأ رغبته بعدم الاستمرار بالمأجور إله حق أما إذا نحنا تجدد العقد تلقائياً قطعت مهلة السنة والمؤجر ما طالبه بالمأجور هون تجدد تلقائياً وبسموها التجديد الضمني تجدد يجدد عقد الأجار مدة ثلاث سنوة طيب بهيد النقطة فيه كتير كلام ينحكي ماتر بنعمي حتى ما يصير يعني نحنا كنا بالأجارات القديمة مشاكل وهلأ بالأجارات للإيجارات الجديدة الحرة مثل ما بالقانون كمان بعم بيصير فيه مشاكل وممكن نحنا مقبلين على مشاكل أخرى أكبر باستهدى الأحوال بهيد النقطة فيه كتير أسئلة وفي نقاط أخرى انتهى وقتنا بلك الأسبوع المقبل منتابع إذا وقتك بيسمع هلأ منشوفه منحكي لأنه في نقاط كتير كيف المالك وكيف المستأجر لازم يكونوا مثلوا يقولوا على بينة لوين رايحين وكل واحد في نقطة كمان أساسية بس ما بقى فينا نحكي خلص واقف بس بشك في نقطة أساسية سريعة مثلا أنا نعمل عقد الأجار لمدة سنة تنحسوب وقد وما بعد انظار وما بعد دعوة شو بيصير بهيد الحالي كمان هولي بنطرح فيه شكرا لألك المحامي تشارلي بنعمة أهلا وسهلا فيك وأصل صوتك بالأنون إذا الله أراد الأربعة المقبلة على الموجي السواء اشتركوا في القناة